بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم في فيديو النهاردة بإذن الله عن فيلم علي بابا الجزء الثاني نسخة بعد التعديل بطولة الفنان الكبير كريم فهمي وأهو من اكتدي الكلام نصلي عن النبي العدنان سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ونبتد في سرطة تفاصيل واحداث الجزء الثاني نسخة بعد التعديل من فيلم علي بابا علي الأولى بعد ما اتجوز من ماهي اللي هي طبعا هيدي كرم بعد ما اتجوزها كان بيعاني بمشاكل كثيرة جدا منها بسبب حالتها النفسية الصعبة فدائما كان بيسعى انه يوديها الدكتور نفسي علشان يحلقها ولكن هي طبعا دائما كان بترفض فطبعا كان وجود ماهي في حياته كان بيسبب له مشاكل وخسائر كثير جدا فطبعا هي ومعالي اللي هي طبعا تبقى اي تنعمل فطبعا معالي هي وماهي كان بيعملوا مشاكل كثيرة جدا في البيت وطبعا علي اداية جدا بسبب مشاكل اللي تحصل ما بينهم فطبعا في يوم من الايام ماهي تسببت في ماس كهربا فطبعا الماس كهربا ده عمل حريقة جامدة جدا في الفيلا فطبعا لولا تم انقاذ زبالة هو وزوجته معالي من الحريق ده كان حيموته وحيتحرقه مع الحاجات اللي تحرقت كثير جدا في الفيلا فطبعا بعد اللي حصل ده علي القولة قرر انه يسلم ماهي لمستشفى الامراض العقلية لانه لو قاعدت معهم اكتر من كده حتموت الكل معاها فطبعا بالفعل نبيل اللي هو يبقى مدير اعمال علي القولة جاب مستشفى الامراض العقلية عربية ازعاف وطبعا تم نقل ماهي الى مستشفى الامراض العقلية وطبعا بعد كده علي القولة بعد ما اطمن على بنته معالي في المستشفى طبعا بعدها بدأ في اعادة طرميم الفيلا وطبعا كلفته كثير جدا علشان يرجحها زي الاول ولكن هو طبعا انبسط جدا بسبب انه الامر اللي كانت عليها انزاحت اللي هي طبعا تبقى ماهي فطبعا رجع علي القولة لحياته الطبيعية وطبعا رجع زي الاول واكتر اللي هو طبعا كان بيحب النسوان وطبعا بنته معالي كانت دايما بتنصحه وتقوله ابعد من الطريق ده النسوان ملهمش امان وممكن يقدروا بيك في اي وقت بعد كده في يوم من الايام علي القولة اتعرف على واحدة تدعى شروق ابراهيم فشروق ابراهيم كان سيدة اعمال مشهولة جدا وكان تمتلك الكثير من الشركات والمصانع وطبعا اعجب بيها جدا علي القولة وجامحهم موقف معين وتعرفوا على بعض فطبعا بدأت ناحية عاطفية تجاه الاتنين وفي النهاية علي القولة طلب من شروق ابراهيم بانها يتجوزها ووافقت شروق ابراهيم بانها تتجوز من علي القولة وطبعا عملوا حفلة زفاف كبير جدا وطبعا مع علي بنت علي ما كانتش مطمنة ولا مرتاحة لشروق ابراهيم دي وكانت بتقول دايما لابوها بانه ما يتجوزهاش فطبعا علي كان متعلق بيها جدا وخلاها تعيش معاهم في البلة وكانت دايما بتحصل مع علي مشاكل ما بين معالي وما بين شروق ابراهيم فطبعا في يوم من الايام حصلت مشكلة كبيرة ما بينهم فطبعا شروق ابراهيم طلبت من علي القولة بانه يطرد بنته معالي هي وجوزها زبالة من الفلة وقالت لي لو ما عملش كده حتسيب ليه البيت وتمشي فطبعا علي القولة قال لي معالي بانه هو حيجيب ليهم شقة معينة في اكتوبر او في اي مكان هم عايزين لكن ما تقعدش معاهم في الفلة يعني بيطردها بالطريقة ما تقرحاش يعني ما كانش عايز يقرح بنته لانه كان متعلق بمراضه شروق ابراهيم جدا وما كانش يقدر يقصر لها كلمة فطبعا معالي قالت لي ان هي مش عايزة منه حاجة وسابت له الفلة هي وزعلانة هي وجوزها زبالة وطبعا رجعوا في الحارة يعيشوا فوق السطوح اللي هو مكان زبالة فبعد كده في يوم من الايام شروق ابراهيم طلبت من علي القولة بانه يدخل معاها شريك في مشروع كبير هي هتعمله فطبعا الاشتراك في المشروع ده كان هيكلفه 100 مليون فطبعا هو ما كانش معاه سيولا في الوقت ده فاقترحت عليه بانه يجيب قرد من البنك فطبعا علي القولة عجبته فكرتها واخد قرد ب100 مليون جنيه بضمان فيلته وشركته وكل املاكه فطبعا بعد باخد القرد وسلم الفلوس سلم الفلوس كلها نشروق ابراهيم وبعد فترة بعد ما سلمها الفلوس اخدت الفلوس ومشت وكانت ترافع عليه قضية خلق وكسبت القضية وطبعا علي القولة اول ما وصل ليه الخبر جات ليه ازمة نفسية حادة وراح في غيبوبة ونقلوا على المستشفى وطبعا معالي اول ما سمعت اللي حصل رغم انها زعلانة من ابوها ولكن طبعا جريت هي وزبالة تطمن عليها ووقفت في جنبه وطبعا لما فاق ابوها قالت لي انا صحتك كتير يا ابويا وقلت ليك بانه انا دي مش متطمنالها وانه دي وراها مصيبة كبيرة جود وهذه النهاية فطبعا علي القولة حالته الصحية بدأت تتحسن فطبعا نسيت ما اقول بانه شروق ابراهيم لما هربت ثابت ليه ورقة مكتوب فيها بانه كل اللي حصل ده كان تحت تخطيط واشراف وليد حسين اللي هو القبطان فطبعا يتضح بانه اللي حصل ده وليد حسين اللي هو القبطان كان زاقق البنت دي اللي هي شروق ابراهيم علشان تعمل المقلب ده فيه لانه طبعا علي القولة عمل مقالب كتير جدا في وليد حسين فطبعا حاب ينتجب منه وليد حسين ويعمل فيه اللي حصل ده فطبعا اتصل به وليد حسين وفضل يعايره وقال له بانه الفلوس مش هترجع تاني ومبروك عليك السجن لانه البنك مش هيسيبك في حالك وبعد كده بالفعل البنك حجز على بيت على الفيلا وعلى الشركة وطبعا طلع طلع علي القولة وعاش مع زبالة هي وبنته معالي فطبعا معالي انجبت من زبالة ولد ومن كتر حبها فابوها سمت ولدها علي فطبعا فرح جدا علي فطبعا نبيل اللي هو مدير اعمال علي القولة جاب ليه عنوان وليد حسين هي شروق ابراهيم عرفوا انهم مستخبين في لبنان فطبعا حجزوا اقرب طيارة وراحوا ليهم هي وزبالة ومعالي فهناك طبعا اقتحموا الفيلا وقيدوا وليد حسين هي هو وشروق ابراهيم بالحبال وطبعا فضلوا يضغطوا عليهم لغاية لما عرفوا مكان الفلوس فبعد كده اخدوا الفلوس وراءوا رجوا على مصر فلما رجوا على مصر طبعا علي القولة سدد القرض اللي عليها ورجعت لي ممتلكات كلها وطبعا فرح جدا بان كل حاجة رجعت زي الاول وان المية رجعت لمجاريها فبعد كده علي القولة معالي اختارت لي عروسة حلوة جدا وهي كانت شغالة دكتورة فطبعا لما اختارت العروسة دي عجبتوا جدا هاي للقولة فطبعا اتجوزها وعمل حفلك زفاف كبير جدا وبعد فترة انجب من الدكتورة بنت فطبعا سماها على اسم سماها مريم وطبعا كانت فرحانة وسعيدة جدا معالي بسبب زواج ابوها وانه تاب من الطريق اللي هو كان ماشي فيه اللي هو تعلق بالنسوان وبطل انه يصهر في الكبرهات وطبعا رجع ماشي على الصراط المستقيم ومن هنا تكون نهاية الجزء الثاني نسخة بعد التعديل من فيلم علي القولة عزيز المشاهدة تنسى بالاشتراك في القناة وعمل لايك لتدعمنا وتفعيل زر الجرس ليصل لكل ما هو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر